أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب ببفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن عيدل عبد الرحمن إذا كابتن عادل كابتن إسلام أهلا بيك شكرا لكم نار أنت اللي منورك أنا أخليك الشياكة دي يعني قلنا بقى نغير بدل نهاردة كجول صح؟ بلاش بدل ملاش بدل أنا مضطر الحقيقة أنا دايما نلبس البدلة دايما أنا عارف بس برضو أنت مش جرفتها لا الحمد لله أه كدل كويس قوي لكن دلوقتي أه أخبار حضرتك هكذا كله كويس الحمد لله كابتن خلينا نتكلم فإن أنت كنت عايز تعلق على حاجة تخص منقل تصريح على موضوع الرشوة دي أتفضل يعني شوف أنا عاوز أريح الناس أتفضل السوشيال ميديا الأيام دي كلها بدأت الناس فهمت غلط بالذات النجوم الكبار اللي إيه اللي عايزين يعملوا ترند والترند هو اللي بيتحكم فيهم يعني أنت ممكن تكون شايف حاجات كتير قوي طب أنا هقولك حاجة نفس الكابتن الكبير اللي قال التصريح أولا أنا علاقتي بيه علاقة جيدة جدا ده ابن حتتي يعني باعتبره من طبعا كابتني وكابتن منتخب مصر وكان كابتني وأنا في المنتخب وكان أخ كبير ليا لكن فيه حاجات كتير قوي بيقولها لمجرد أنه هو يعلي الترند أو على سبيل المثال يعني كلنا عرفنا أنه هو خرج بالنادي الأهلي كان مصاب فهو قال كن وعلى يدنا احنا كنا ناشئين وتعالج في النادي الأهلي وقف على رجله تماما والنادي الأهلي ما فردش فيه خالص وكان بيتمرن وبيقبض في النادي الأهلي وهو مش موجود وتقال له السنة دي مش تتأيد علشان هتلعب السنة الجاية لأن أي لعيف في الدنيا لو أنت الدكتور قال لك أنا جات عليها سنة اتعورت السنة كاملة فقالولي في الحتة تلقيد الأفريكا أنت مش هنستغلك فممكن نقيد واحد تاني وانت تتأيد السنة الجاية بتقال العادة يعني فلما تقال كده خرج وقال أن النادي الأهلي رماني وهو ولا رماني ولا أي حاجة بالعقس ده النادي الأهلي أعمل حاجات كده دي واحد اتنين بقى المهم تلنت اللي هو في حاجات إحنا النادي الأهلي بنأسسها أنا مش بقول كده والله عشان بنتمل للنادي الأهلي جد يعني أنا بقول إحنا عندنا إحنا صباقين في كل حاجة إحنا نادي بيرسل مبادئ والقيم دي حقيقة ولازم الناس تعرف إن إحنا كمان اللي بنعمل البدايات بتاعة أي حاجة في مصر دي حقيقة يعني فلما نيجي إحنا نعمل موقف زي ده موقف إنساني تمه في مطش منشستان رونيتد وقبل كده وفي الدورة الإنجليزية المطش وقف 25 دقيقة عشان واحد مصاب في المضرع وأعتقد المطش الأهلي والمصري الأخير أو الأهلي نفس الموضوع بلنشطين أنا لا فاكرو وقف 30 دقيقة وفي 30 دقيقة المباراة في الدورة الإنجليزية دورة الإنجليزية وما كانش هيكمل لما الرجل بقى بخير وتم علاجه فالمواقف دي إحنا نصبقين فيها لكن مش كل واحد عاوز يعمل ترين يطلع يتطاول ولا يتكلم على الناد الأهلي يعني أنا بقول له يا كابتن بلاش تعمل الحاجات دي لإنه الناد الأهلي كبير الناد الأهلي عمره ما رشى حد بطولة أو اللي مش بطولة يعني إيه رشو البطولة ده موقف إنساني الناد الأهلي دائما صبق في الأهم صحيح بس يعني هي بني وبنك يا كابتن أنا دائما بشوف أن مثل هذه المواقف يجب أن يتم أن تتعليها إعلاميا علشان مش عشان حاجة يعني ما زعلش مني هو مجلس دارة من الأهلي أو كابتن خطيب ولا مجلس دارة من نادي الأهلي محتاج أن إحنا نعمل حاجة زي دي أو نقول حاجة زي دي طلقا ولكن هو إحنا بنقول كده لإنه إحنا عايزين نرسي في شبابنا القيم الحميدة القيم الحميدة اللي نقدر نستغلها مش كل حاجة البطولة مش كل حاجة إننا لا ممكن هناك قيم إنسانية يمكن تغلبها على قصة البطولات حركة زي دي بالمناسبة إحنا عايزة أقول للجمهور حاجة بالمناسبة الفارق نادي الاتحاد غالبا كان حيكسب هذه المباراة ولكن الاحترام والإنسانية في الحركة نفسها حاجة يعني محترمة جدا تخلينا رياحك من القفل صد مش هتكلم على مين دول بس فيه إدارة فإن دي في نادي في مصر نجح نجاح باهر إنه يبعد جمهوره عن الملعب فهمها كويس يعني إيه كل لما فرقيته تمشي كوهوهش أبص تلاقيه بيخرج بره عشان يلهيه ممكن يلهي بالظلم بص العصفورة إيه يلهي بالظلم خلي بالك إحنا مظلومين فتلاقي الجمهور يردد مظلومين 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 أيوه خلي بالك الفريق التاني ده بيتساند الفريق التاني بيتساند الميكحوف دي إحنا يمكن إحنا كانت عندنا عملناها موضة في مصر شوية كل لما تخفق كل في موضوع في ملعب تخرج بره الملعب تخرج الناس يفكروا بره الملعب يعني يطلع حد يقول حاجة زي دي عشان يلهي جمهوره عن أداء فرقته شوف طول ما فرقته بتبقى كويسة الكلام بيبقى كله إيه جوه الملعب دي احنا عملنا وإحنا سوينا والفرقة كويسة وإحنا جيبنا لعيبة ومشينا لعيبة وعملنا لعيبة أول ما بيبقى في إخفاق وخلي الناس ركز في الموضوع اللي أنا بقوله ده أول ما الفرقة بتاعتهم تعمل إخفاق أو اتنين هبص تلاقي الكلام خارج الملعب الكلام خارج الملعب إزاي يتكلم عن نادي الأهلي إنه النادي مثلاً بيتساند ونجحوا كمان إنه هم يعملوا الضغطر تحكيمي يعني أنت شفت بتاعت محمود متولي أنت كنت بتتكلم فيها قبل ما خش أنا شفتها يعني محمود متولي أنا قلتها في الستوديو التحليلي ما تبصلوش محمود متولي أول ما دخل خد الإنذار لإني اسمه موجود إنه واخد إنذارين عشان فيه مباراة اللي بعديها أقولك ليه لأنه فيه كتير أنت السنة اللي فاتت ضع منك 14 بونت بالفار أي السنة اللي قابليها 18 بونت فار صحيح أنا دائماً بقول إن محدش ليه دعوة إن الفرقة ماشى كويس ولا ماشى واحش ديني حق بس خد حقك وديني حقك تعارف لو 18 بونت بتاع الفار لو الفار كان عنده دم وثمانية بونت مثلاً كان زمانك أنت بطل الدور قابليها من أسبوعين السنة اللي فاتت كان زمانك أنت بطل الدور قابليها بتلت أسابيع وأنا بقول من دلوقتي وأنا قلت كتير وبكرر كتير إنه الأيام اللي جاية مش تبقى زي السنين اللي فاتت أي حد هيتجاوز وهيغلط مش هنسكت مش هنسكت بالزبط كده ولكن بطريقتنا وبإسلوبنا لا بعد أبنع وأخلاقنا كل حاجة أصلي شوف أصلي أنت لو حبيت تعترض أنت عندك مشكلة في منذ الأهل جديرا لا لا أستغرب له مسألة اللي اعتراض أنه مثلاً كابتن سيد عبد الحفيز راح وقف من حقه حتى لو أخطأ هو ما أخطأش على فكرة لكن حتى لو أخطأ كابتن سيد ده فيه ناس بتطلع يعني مش عارف أقولها إزاي لكن بتغلط في مصر كلها في اتحاد كورة وفي رجلة حكام وفي كذا وفي كذا وفي كذا فيما يخص الرياضة يعني بيغلطوا في كل من مسؤولين الرياضة ليه ومحدش بيبتح بق ليه يا كابتن أنا بس هو ده السؤال ليه ولو الكابتن سيد عبد الحفيز أو غيره من قادي الأهلي طلع بيه بيكلم عن حقه هو شايف أن محمود متولي مغلطش عشان ياخد انذار فبيروق للحكم ليه يا كابتن ادته انذار بس ماذا يا كابتن هو فيه مدرستين هنا في مصر وفي التحكير المدرسة الأولانية اللي هو أقف قدام النادي الأهلي يقوله عليك بطل حتى لو بتظلمه حيقوله عليك بطل ويقوله عليك قوي وانت عندك شخصية وانت خوي جدا ودي المدرسة دي في مصرف التحكيم ادرب الكبير والبطل علشان يتقال عليك حكم جريء حكم بتفهم حكم بتدي الحق وانت ولا بتدي الحق ولا حاجة دي واحد اتنين لتلاقي حكم تاني بيخاف من الناس التاني وانا بعني الكلمة دي تماما اولا بيخاف يتشتم يخاف يبقوا يحطوه تحت عانيهم فترة ويعدوا يتكلموا عليه بعدوا عن المتشاط وقولك حاجة واحتمال ما يحكمش انت فهمني انت عندك بقى انت المشكلة النادي الاهلي ايه انك انت مش عايز تهيد عن المبادئ والقيم ومشكلة عندهم لكن مش مشكلة عندنا يعني انت مثلا ما في لعيب في النادي الاهلي بيجرى على حكم احنا لعبتنا مقدبة يعني في فرق اول ما بيتحسب فاول عليهم سبعة لعيبة بيروحوا على الحكم بيعملوا ده لا لا معلش يا كابت قبل ما تكمل بس فكريتك سؤال هو ومن ينفع ان انا روح اتكلم مع الحكم كلاعب من حق يعني ان انا روح اتكلم مع تولي يا جماعة الصور بتاعت كابت انتين كابت انتين او لعيب تاني ممكن اكابت لكن انا بقول لك في فرق في مصر في فرق في مصر بيروحوا سبعة في اول القرار للحكم دي فكرة اه لا عشان تضغط على الحكم معمولة من زمان وحاجة تانية بيضحب واحد على الدكة يقوم يكلم الحكم علشان يرهبوا ماه ده ماه كل الحاجات دي دي سياسة استراتي انت بقى في النادي الاهلي انت شغال وانوي انت بتعمل عم انت بتعمل عم هتقولي صور منشستر وعلشان كده وعلشان كده انا عايز اقولك حاجة كتير قوي لما بيلاقوك بتعمل كده بيستضعفوك اوكي والناس بتزعل بص يا كابتن معلش و احنا بنتكلم ماهو ده مش كابتن الفريق بس ده تلت لعيبة من منشستر يونيتد ومنشستر سيتي هاتل للصورة اللي بعدها خمس لعيب هتلاقي خمس لعيب اتفضل ده في الجنة اللي اتحسب ده في الجنة اللي اتعمل ها هدي اتنين اربعة على فكرة انا بشوف ان اه ممكن يبقى اللعيب متنرفز الحكم هو القاضي القاضي يجب ان يكون بعيدا عن كل هذه الامور حتى لو انت متنرفز طالبا مفيش خروج على النص لكن لو خرج على النص لا من حقك تعمل اللي انت عايز هم تموت متولي اللي جاي من بعيد هنكمل لكن نكمل دي مع الحكم ومع اللايم مان طيب انا المطلوب مني ان انا نعمل ايه مانا بروح اتكلم مع الحكم لما لم اتجاوز خلاص ايوه انت المفروض في حكم هم قوي هم هم لما بيروحوا للحكم والحكم بيتكلم معهم مفيش ضغينا مفيش حد بيقول من برا ده 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 الحكم دي حكله طبعا ده في حكم بيقفوا يتكلموا مع اللعيبة ويتحكوا ويعذروا معاه لان الناس عارفة ما معنى التحكيم هناك ايه انت قاضي طريق بتحكم ما بين اتنين هم فمواقف كتير قوي الحكم بتاعك فيه لازم يبقى فيها حق للواحد لكن هو الحتة بتاعت محمود متولي لو جبت موضوع ايه يعني عارزك تجيب موضوع محمود متولي وانت قلتها اني ما شافوش ها ما شافوش هاو هاتها تاني يا جماعة اول ما لمح ان ده محمود متولي ومحمود متولي ما تكلمش وكان واقف قدامه اتنين كان الاولى لو انت عايز تدي انزار للاعتراض كان عندك حمد فتح وعندك مين التاني اللي كان واقف لو جبت لسور عبدالقادر ادي الواحد من الاثنين لكني انت اديت للتالت ده ليه تشعير لا معرفة انا النهاردة يعني قابلت وسألت العيبة ما قالولي يا كابتن يعني محمود متولي ما قالوش كلمة خالص والله يا كابتن انا ما قابلتش متولي بس اللي قال لي قال لي لا ما حصلش انا محمود لسه ما تكلمش ده محمود بيقول للفتح اصلا احنا كابتن لعبة كرة وشي عارفينك كلام بتحصل ولا بتحصلش ايه ما عملتها حضرتك اه طبعا وانا عملتها طبعا انا عملتها ايه انا بزوء عدل عبدالرحمن زميلي واروح لها يا كابتن فيه يا كابتن ما تقولي فيه ايه بنقول له عادي بس احيانا احيانا قبل مطش الاهل والزمالك دائما انا بعرف نية الحكم من اول المباراة حتة التلجيم الانذارات دي دي واضح قوي ما حصلتش في الملعب تتعمل فين بعد المرعة اول ما شاف محمود متولد ده برغم ان ممكن محمود متولد ما يلعبش مطش الزمالك اصلا لو موجود او يلعب مطش الزمالك لكن انت ليه توقف لحيب بانذار غير شرعي انا باعتبره انذار غير شرعي ولو النادي الاهلي قدم قدم كشكوى في الانذار ده انه هو يتشاله الحاجات دي ممكن يقولك انه ليه النادي الاهلي يعمل كده طيب ممكن النادي الاهلي يقدم لازم يقدم للتحاد الكرة ان ده انذار في غير محله وده ليحة وده قانون انك انت تقدر تعملها انا مش عارف كيفية عملها ايه لكن علشان ما يتمدوش في الزلم ده رغم انه هو يعني يعني البنالك بتاع عفش مثلا دي انت ما روحتش روحت للبار يعني على فكرة بتاع تشريف مش ضرب الجزاء اللي هي دس على الرجل شو دي فاول انا شايفها فاول دي الفار ما يروح لهاش علشان فاول اه علشان فاول علشان فيها طرد تيقلي هي فيها طرد يروح لها للطرد فقط لغير لكن ما يحسبهاش بنالتي لكن كورة افشا اللي انا استغربت منه طب انت حكم قلت ما شفتهاش من بعيد اوكي لما دخلت ولاقيت افشا متعور ونزل دم هل افشا هيعوه حابسه غرزة جوء داخلية وخارجية انا مش بقولك تحسبها بنالتي بس يا اخي بديني احاق انك تروح للبار لا بديني احاق تشوفها يعني لا يعني يروح يشوف البار بديني احاق دي اه يروح يشوف البار انا بقى قلتلك انا كنت قاعد ساعتها بتفرج عشان كنا عندنا السوديون انا قلت مش هيروح للبار لانه بعد الدم اللي شافه ده لو رح للبار لازم يحسب هيبقى في بنالتي لا وفي طر بنالتي وطر لانها تهور وتهور لابا داشنة جدا لا وكورة محمد شريف كورة محمد شريف هي قدامه حتى لو مش عايزي بص يا كابتن بس انا واقف وشايف الكرة فيه بص انا مش عايزي اخش في الموضوع ده لان انا انا دايما من نوعية الناس اقفل الموضوع انا اتكلمت عنه وحضرتك هو بقى انه بتاع عشر ده ولا ربع ساعة بتتكلم عنه وبالتالي خلينا نقفل لانه انا بنحذر فيه علشان ما يتمدوش لان يا تمادي لانه الالتمادي ما احنا لانه قلنا كده السنة اللي قابليها والسنة اللي فاتر فبيطلع الحاجات دي فما بتاخدش حقك يعني انت فيه هدف من الهداف جابوا حكم اجنابي من برا قال لو الهدف ده تلغى اللي هو الهدف بتاع النادي الاهلي انا كنت فاتله ايمن قاشر قال لك يبقى نص جوان العالم كلها كلها هتتلغى ده بمناسبة الحكام الاجانب النادي بيرامدز امام النادي الاهلي في مطش تلت نقط في مطش تلت نقط جاب حكام اجانب احسن حكم في العالم اه لا لا حكم هايل خلاص بولندي اه النادي البيرامدز عيلاب نادي الزمالك فقبل نهائي كاس مصر قبل نهائي كاس مصر يعني بطولة ممكن سواء نادي بيرامدز او نادي الزمالك يوصل فيها للنهائي وطالما يوصل النهائي يبقى ممكن ياخد صح لم يتم استدعاء حكم اجنبي يعني انا برضو ده انا بمناسبة بس للحكام الاجانب لانه اليومين ثلاثة اللي فاتوا دور كان فيهم احداث كتيرة جدا لكن خلاص خلينا نقفل هذا الامر ودايما نتكلم على ما هو قادم عندنا مباراة من الثلاثة القادمة مباراة سموحة في الدور قبل نهائي للكاس الأديم مش القديم قوي القديم بس اللي هو بتاع السنة اللي فاتت يعني القديم القديم بس مش القديم قوي mouvement القديم قوي ده يعني احنا طيب قبل بس يعني احنا بنلعب في الماضي بنلعب في الماضي بلاش نتكلم في الماضي خلينا نطلع لنشوف تقرير عن اهم استعراضات النادي الاهلي ونرجع نكمل بقا ونتكلم عن مباراة سموحة والنادي الأهلي في نصف نهاية كأس مصر بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة الهمة في نصف نهاية كأس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل وكان مارسيل كولر المدير الفني قد بدأ تجهيز لعبيه لخوض المباراة الصعبة أمام فريق سموحة بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة عقب خوض لقاء المصري في بطولة الدوري وحرس كولر على الاجتماع بلعبيه وشرح لهم كافة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال لقاء المصري الأخير بالدوري خصوصا عدم استغلال الفرص أمام المرمى كما طالب اللاعبين بالتركيز التام ونسيان أي أمور أخرى من أجل الفوز ببطولة كأس مصر والصعود للمباراة النهائية وركز الجهاز الفني للأهل على تجهيز اللاعبين بدنيا تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال بالفريق كما خاض اللاعبون تدريبات أخرى متنوعة في الوقت الذي تأكدت فيه جاهزية عدد من اللاعبين لخوض المباراة على رأسهم محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشا وبرسي تاو وطاهر محمد طاهر بالإضافة إلى المنضمين حديثا لصفوف الفريق الأحمر وعلى رأسهم محمد الضاوي وخالد عبد الفتاح ومروان عطية وحرس كولر على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون لوضع خطة الاستعداد لمواجهة سموحة كما طلب تقريرا مفصلا عن المنافس بعد متابعة مبارياته الأخيرة في بطولة الدور المصري في الوقت ذاته حرس كولر على الحديث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حول بعض الأمور الإدارية والفنية كما تشاور معه في بعض الأمور التي تخص مواجهة سموحة بطولة مهمة بطولة كأس مصري فقدها النادي الأهلي في الموسم السابق وبالتالي أو نوسم القبل السابق لأن احنا حنلعب في بتاعات السابق مباراة مهمة ينتظرها جمهور النادي الأهلي نتمنى أن ربنا يكرمنا ونقدر نكسب لكن بتشوف المباراة دي ازاي في وسط هذه المباريات الصعبة جدا المصري وتعادل إيجابي ثم ننتظر بعدها مباراة الزمالك والبنك الأهلي ثم إن شاء الله الصفر إلى كأس العالم الأهلي يعني أتكلمت في أكتر من موقف على الموقف الحالي للنادي الأهلي أنت بتتكلم في شهرين أو بالأخص الشهر ده موجود أنت تلعب في أربع بطولات تلعب في بطولة الدوري وبطولة الكاس وبطولة أفريقيا وزايد كاس العالم الأندية فموقف صعب جدا للنادي الأهلي فنيا أنك أنت بتخرج من بطولة لبطولة لبطولة وبعدين كل بطولة لها مجالها أو لها طريقتها أو السيستيم أو طريقة اللعبة الخاص بي يعني مثلا أنت لما بتجي تتكلم على التلاتة بونت في مطش المصري فأنت بتلعب دوري طول النفس المفروض اللعيبة أنك أنت لازم تجمع أكبر النقاط أنت هتدخل بعدها على طول على كاس مصر يعني على مباراة كاس مباراة اللقاء أو اللي هو المباراة الواحدة فأنت لازم تلعب بتكتيك آخر بعدين تخرج من مباراة تلعب مباراة كما والأهل والزمالك وبعدين تخرج وبعدين تروع على كاس العالم الأندية فأنت بتبس تلاقي مدرب أنه بيشتغل على أربع مراحل حاجة من الاتنين لا يمشي خطوة خطوة أو يمشي المرحلة كلها ما فيش مدرب يمشي خطوة خطوة في المرحلة دي لأنك أنت مش هتلعب بطولات قليلة يعني مباراة سموحة اللي جاية مباراة تعتبر من الفرق اللي هي عندها أمل أكبر من الفرق الكبيرة دائماً الفرق المتوسطة أو في معنى الكورة من الليفل التاني في الكورة في بلد هو اللي بيبقى ريب جداً مباراة الكاس لأنه ده أمله أن يكسب مباراة كاس يعني سموحة أو أي أندية من الأندية الأخرى ما بيبصوش على الدوري لأن الدوري ليه مكاوماته وصفاته يعني أنت لازم تكون فرقة عندك جمهور كويس عندك دكة كويس عندك لعبة كتير قوي عندك 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 ده الدوري لكن تقدر تسرق كاس بمعنى بلغة الكورة لكن تلعب مباراة فأنت هتلاقي فرقة سموحة نازلة عندها استعدادات قوية جداً إن هي تلعبك عندها الحتة الدفاعية عارفين إن النادي الأهلي المفترض كيب رياءه الكبير دائماً بيلعب ضغط من البداية ودي الحاجات دي يعني إحنا عايزين نتكلم فيها فنياً وياريت نغير أفكارنا فيها إنك إنت فرقة كبيرة فمش تلازم طول الوقت إن إنت اللي بتهاجم بس يعني إنت ممكن لما بتهاجم بس إنت بتجهد نفسك قوي ففيه في الوقت الحالي إنك ممكن تشارك الفرقة التانية هجوم ما سوهم مش هيهجموك ولكن تخرجهم من المناطق بتاعتهم ناحية تكتية يعني إنك إنت ما تخليش تبقى ضغط عليهم على طول الضغط على طول ممكن ينزل هجمة مرتدة لكن إنت تضغط شوية وبعدين ترجع تاني فتلاقي اسموحها دائماً وقف لك وراء هيلعب على الهجمة المرتدة هيلعب على التنظيم الدفاعي إنت في نفس الوقت هتعمل على الضغط الكتير قوي ممكن تقريب عنك التركيز فأتمنى إنه هو الوقت بتاع المباراية تقسم علشان إنت الحتة بتاعة الضغط المبكر ده موجود ولازم لكن ممكن لو ما لقيتش أسمر في البداية يعني زي مطش المصري مطش المصري إحنا ضغط 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 وبالذات الشوت التاني كنا أفضل كتير إنت لازم تقف شوية يعني تجمع شوية عشان الفرقة تخرج تتجرق وتخرج من مكانها شوية لكن أكيد هيبقى مطش صعب جداً فرقة سموعاً ده أمل إن هي توصل للفاينال إن هي تكسب النادي الأهلي وأكيد الفرقة دي لما بتيجي تعمل استراتيجية هتلعب النادي الأهلي ملهاشاً لحل واحد البلان الأولية إن هي تأكيد الأهلي إنه يجيب فيها جون علشان ممكن تخطف في النهاية أكيد يعني الناس بتشوف إنه ممكن في بداية المباراة يحسسك إنه هو بيهاجمك ولكن هم ما بيهاجمك شوة بيعمل هاجمة وهي إنه هو بيعمل ضغط عليك هي الفرقة كده لما تيجي تلعبك وبعدين إنت المدرب طريق العشري معروف طول عمره إنه هو ما بيلجأش للبلان التاني خالص لأ وعلى طول طريق العشري لو مسك حتى ريال مدريد أول حاجة هيعمل إيه هيدافع أربعة بتاقي أول ما أول حاجة هيعملها هيرجع لورا وهيلعبك على الهجمة المرتدة علشان هو بيأمل إنه يؤخر الجن بتاعك شوية ممكن لما تجون مع النادي الأهلي هو في حل من الحلين إنت النادي الأهلي لو جاب الجن الأولاني في أي فرقة الفرقة بتضطر إن هي تعمل بلان تاني وبعدين بيبدأ يلعبك يهاجمك ونت تهاجمه فقدراتك إنت الأعلى لكن أحيانا لما الجن بيتأخر كل حماسه هو بيزيد والناحية التنظيمية بتاعته بتزيد أكتر والأمل في المباراة يزيد أكتر فإنت بتضطر إنك إنت تعمل هجمات وهجمات فيها يعني عدم اتزان شوية أي فرقة كبيرة كده إنك إنت بتدوس قوي إنك إنت عاوز تروح تجيب جن والتاني والتالت بس إنت تجيب الجن الأولاني كل شيء بيتسهل عنه ده طيب التعادل في الدوري حيفرق في هذه المباراة يعني نادي سموحة عادل مع النادي الأهلي في الدوري سلبيا وبالتالي هل ده ممكن يفرق في طريقة لعب كولر نفسه؟ لا يمكن عايز أقولك حاجة إنه أكيد بيتفرج على المباراة تحدد الاستراتيجية اللي يلعب بيها واللي أنا عايز أقوله إنه مستر كولر من المدربين اللي هم قادر أقولك ما بيغيرش بسرعة فيه سمات وصفات مدربين للألمان السويسليين غير البرازيليين وغير بيتو أمريكا الجنوبية ممكن بيتو أمريكا الجنوبية يبقى عنده تغيير شوية في السيستم بتاعه الأوروبيين وبالذات في المنطقة دي من المدربين بصت لهم عندهم سبات واستمرار على أداءهم وعلى لعبهم هو ما بيبصش للفرق التاني كتير قوي وعلشان هو شايف إنه هو النادي الأهلي ولكن أفتكر إن مباراة الدور اللي انت كلمت عليها كانت الأسلام النهاية تعادل فيها ممكن تدي أمل لفرقة سموحة إنه ممكن يشتغل على نفس النمط ولكن أنا بقول لك إنه حتى لو كان سموحة كسبك وطرق العشرة واللي جيب مسك سموحة بعدها فطرق العشرة ليه سيستم واحد لوه الدفاع ثم يعمل هجمة مرتدة فالموضوع مباراة لا يعني هي مش هتأثر عليك ولا هتأثر عليك بل بالعكس إزاي ما أنا قلت لك المهم المهم في النادي الأهلي الهجمة الأولى والتانية والتالتة تعارف يا كابتن السامن إحنا المطش ده ضيعنا في الشوت التاني أكتر من سبع أهداف ثمان أهداف منهم ثلاثة محققين مئة في المئة نعم علشان كده بقول لك أنت في البداية النادي الأهلي وبقول لهم يهجمين النادي الأهلي والناس اللي بتلعب في المنطقة اللي قدامي يعني الفرصة الأولانية مهمة جدا ركز فيها كويس أولى إنك إنت هلو جدت جم مبكر هتخلي الفرقة تغير من الاستراتيجية بتاعتها ولما الفرقة لما بتغير من الاستراتيجية بتاعتها قدام فرقة كبيرة زي النادي الأهلي بيبقى بين نارين ليأجل شوية ضربة القضية عليه لا يعمل إيه لا يهجمك ويغير فأنت بيبقى في ندية فأنت إمكانياتك أقوى وإمكانياتك على فأنت اللي بتروح ممكن تجيب جون تاني وتجيب جون تاني صحيح فهي الحتة بتاعت النادي الأهلي أتمنى إنه في البداية اللي هي بتركز قوي في أول هجمات في المباراة لأن لو شفنا مباراة المصري في أول دقايق نحن بتاعت محمد شريف هداف كتير اللي كان هيجبها لو كانت دخل حتى طول المباراة يا كابتما أنت لو ما تيجي تحدي كرة محمد شريف كرة أفشا واحد وإحسين الشيحات اتنين اتنين يعني عرفت دي بتالي لقم ثلاثة الكرة بتاعت حمدي فتح اللي في آخر ثانية بدماغه اللي بدماغه ما أنا هقول لك ما هو ده سببها إيه محمد شريف الثالثة يعني أربع أهداف ما عندك سبب ليها بيبقى سبب إيه أنت لما بتجيب الهدف الأولاني بتريع وإنت مهاجم الكرة بتجيلك عشان تجيب الهدف الثاني نفسيا بتبقى أهدأ الضغط أخاف لكن أنت لما بتضيع أتلاقي ضغطك عيلي أكتر وتلايك أنت قراراتك بتيجي خطأ يعني حمدي فتح طول عمره لما بيلعب الكرة بدماغه يا جات وراه بس يا كابتن سين معه عشان استعجل يعني هو خطواته زي كرة أفشا وحسين الكرة اللي راح بيها أفشا وفي الآخر عملها لحسين ما هو برضو يعني الناس أنا شفت الناس كتير بيتكلموا أنه أفشا لعيه بقى وحش لأ هو أحسين اللي أخطر مش أفشا اللي لعيه بقى وحش هو كان حسين المفترض أنه هو خطواته تبقى أقل من أفشا شوية لأن اللعيب لما يبقى وراه ممكن يبقى سهل يبقى قدام ممكن يروح على كرة لكن لما أنت الكرة تتلعب لك وراه بتبقى صعب عليك أنك ترجع وتلعبها لا لا بس هو كده كده لازم يكون حسين قبل أفشا يعني أو ورا أفشا لأنه لو قدام أفشا كان هتبقى أفصايد فهو في الكرة دي تفديدا عبل بس ما الكرة راحت هي الكرة كان ببطيئة سنة لا هو هو الاستعجال بتاعه أنا بقولك يعني أنت طول ما أنت لعيب اللي يلعب على الأفصايد يلعب إزاي يلعب على اللازمان اللي هو وشه للليزمان وده ذكاء مهاجمين دلوقت يعني أنت ما بتقولش كمدربين يعني ما بقولش اللعيب الإلعب على المدافع خليك أسكى من كده إلعب على اللازمان هو مني بيحسب الأفصايد اللازمان بيبقى مع آخر واحد فأنت لو قفت للليزمان وشفت اللازمان ولعبت عليه أكيد الكورة مش immigration أفصايد حسين الشحات. لو كان حسين الشحات كان خطواته أقل من أفشة. حتى لو أفشة لعبها بطيئة كان يقدر هو يروح لها ويجيب الجون. فدي عملت إيه؟ لأن النتيجة كانت سفر سفر. انت عارف يمكن أفشة فاكر الجون اللي قابله في المباراة اللي قابله اللي هو رأس الجون وحطاه بهدوء. كنت انت هادي كنت جاب جون قابله مش أول جون يعني. فهي المشكلة يا كبتن انك انت ازاي تجيب الهدف الاولاني. المشكلة ازاي انك تكسب الشوت الاولاني. عشان تخلي المدربين يغيروا من الاستراتيجية بتاعك. وده المهم. اي فرقة كبيرة في العالم. اول حاجة بتفكر فيها انك تفسد للمدرب اللي قصادك. الخطة اللي هو عمال يتدرب عليها بقاله اسبوع. او بقاله فترة. او بحفظ بالفيديو. انا هلعب النادي الاهلي فلازم اقف كده. لازم اقف كده. لازم اقف كده. لما النادي الاهلي بيجيب جون. لازم يروح للبلان التاني. طبعا. ما بيقدرش يروح له. لانه او ولو راح له. اللي بيحصل. يعني انا 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 متأكد تماما لو عملت احصائية. في تقدم النادي الاهلي في اي مباراة. لو عملت احصائية الف مباراة والنادي الاهلي تقدم الاول. هتلاقي حوالي مثلا اه عشر مباراة بس ممكن النادي الاهلي يتعادل او يتغلب وهو متقدم في الاول. صحيح. لكن في كل المباراة لو النادي الاهلي تقدم بالاول صعب 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 الفرقة ترجع. عشان كده انا بقول اللعيبة المهاجمين بالذات. لازم التركيز والتركيز التام وانت في اول المباراة ركز انك تجيب اول هجمة لك او التانية. ركز انك انت تفنش كويس علشان لو فنشت بهدف كويس هتريح نفسك وتريح المباراة ومش هتخلي الفرقة تزداد حماسا وقوة قدامك. طيب حضرتك شايف ان اهمس الايجابيات بقى اللي خدناها من بعد التعادل في مباراة المصري. عشان نقدر نطبقها في مباراة سموعة قادمة. اولا اولا الايجابيات ان مستر كورر كمان نتكلم على الاهداف الضائعة. نعم. وده اكيد هشتغل تدريبات فردي مع الفرودة. وده حاجة سهلة جدا. انت لازم تزود الية المهاجم. بمعنى الالية اللي هو ممكن اللعيب يتعود على التهديف كتير. وده تمرين اندفيدول. يعني لوحدك المهاجم. مش لازم يخليه شو الجامد في الجون. بس تعوده على التهديف. تعوده على التهديف. فتلاقي الالية عنده بقت اعلى. وشغله اتحسن وممكن الاهداف اللي ما بداش. لانك انت لو عملت احصائية في اي مباراة لقيك انت مهاجم ثمان. هاجمات منهم ستة على الاقل لازم ايبو اهداف. صحيح. فانت لو جبت ثلاثة منهم انت كسبت مكسب كبير. فعلشان كده دي اول ايجابية. الاجابية التانية اللي انا عايز اقول لك عليها انك انت تلعت من المباراة بدون خسار كتير. يعني انت متعود انك انت عندك خسائر في الاصابات كتير. اهل. ودي حاجة ودي ظاهرة لازم لعيبة النادي الاهلي يفهموها كويس. ودي برضه يا كابتن اسلام لازم نتكلم فيها. يعني نتكلم فيها اه كجهاز يتكلموا فيها مسلا كة كمدير كرة كزي كابتن سايد نتكلم فيها. فيه فكرة بتتقالوا انت كنت العição في النادي الاهلي الفرق. لما بتجي يتلاعب بعضه في ما ببيلعب في الدورة الوراكس. با في دها كابتن اسلام. لانا مهم. لما الفرق بتلاعب بعضها في الدورة تجدها القوة والخشونة بتبقى اقل كتير. اوكي. انت النادي الاهلي. المباراة بتاعة النادي الاهلي ده بيبقى عندي الفرق. أول حاجة المدرب بيبقى متحمس جداً لأنه لو كسب النادي الأهلي يضمن أنه يشتغل سنة دي واحد اتنين اللعيب نفسه لما بيلعب مباراة قوية قدام النادي الأهلي اللي بيحصل أنه هو بيتصيط وأعلامياً المباراة بتوصل للإعلام أكتر فأنت بيبقى مباراة المسلمية فأنت بتلاعب دائماً الفرق كلها عندها الحماس والقوة والإفراط في القوة فأنت كلاعيب النادي الأهلي لازم تبقى عندك القوة الزيادة أنا مش بقول لك أنك أنت أعلى أه لازم وروحك تبقى أعلى يعني أنا دايماً بقول كلمة مهمة أوي طب وبطلبهم اللعيبة النادي الأهلي بقول لهم الدين روح الفلين الحمرة وروح النادي الأهلي وأنا أضمن لك أنك تكسب طعب أخيراً يا كابتن عادل وجمهور النادي الأهلي لأنه المباراة القادمة يعني النهاردة كان فيه خبر من الأخبار أن من بكرة إن شاء الله سيتم من الشركة التذكرتي من بكرة ساعة 2 من ظهراً حتطرح كل التذاكر على الموقع الخاص بها وبالتالي أهم حاجة أن الجمهوري بقى متواجد في مثل هذه المباراة سواء سموحة أو إن شاء الله في مباراة الزمالك لأنه حضارك شفت تأثير أو حضارك عارف أكيد تأثير جمهور النادي الأهلي على وجوده أو وجوده مع اللاعبين اللي هم بقالهم فترة طويلة أول ما شافوش مئة ألف ومتفرجوا الجيل ده مظلوم في الموضوع ده لأنه ما لعبوش قدام المئة ألف والمئة ألف بس أنا عاوز أقولك حاجة يعني أنا بحي جمهور النادي الأهلي من هنا طبعاً أنا طول عمري بقول هو اللاعب رقم واحد الناس يقولك اللاعب رقم 12 جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد جمهور النادي الأهلي اللي بيدعمك جامد أول أفضل جمهور وده رأيي يعني من زمان طول عمره أفضل جمهور في مصر لأنه دائماً ولا بينهر لعبته ولا بيشتم لعبته وبيقف جنب لعبته وبيقف جنب ندي أي نعم الاختبارات على جمهور النادي الأهلي مش كثيرة لأن إخفاقات الأهلي ما شاء الله مش كثيرة يعني وما بتوصلوش إن هو يوصل للإخفاقات لكن بكلمك جمهور النادي الأهلي المساند الأول والآخر لازم تعرف إن جمهور النادي الأهلي في أجيانة كانوا بينزلون كسبلين 30% في بداية المباراة 30% أو أكثر و40% والله كتير أنا جمهور النادي الأهلي إحنا لما كنا بننزل أستاذ القاهرة وأي فرقة بتيجي تلعبك وبالذات من أفريقيا أول خمس زائق لازم يدخل فيها جون أول خمس زائق لما بيتخضوا من جمهور النادي الأهلي كان بقى 120 ألف متفرج بيتخضوا فجمهور النادي الأهلي هو العمل الأول المساعد لفرقة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي يستاهل إن هو يفرح ويستاهل إن هو ياخد البطولات كتير فهو إن شاء الله أنا بسك فيهم كويس قوي لأن الطول عمره بيقف جنب النادي وبيقف فأنا عارف إن هو الأيام الجاية أعلى يعني لو قادر التيكت قدي حياخده كله وهيبقى يعني النسبة المتاحة هيتكون متواجدة لو قتحنا الجمهور النادي الأهلي أنا متأكد تماماً أول ماتش هيبقى 100 ألف متفرج أه طبعاً دي حقيقة يعني وبس أنا يعني بحييهم وبقول لهم الفترة الجاية فترة صعبة على النادي الأهلي وأعوز أقول لهم رسالة تانية كمان لجمهور النادي الأهلي إن الفترة صعبة قوي أقف جنب الفرقة لازم يعني يعني أنا ما زعلتش إن أنا خسرت بنتين مع المصري يمكن أنا دائماً بحب أكسب ولكن ما زعلتش ليه لأن أداء الفرقة كان كويس ده يعني أهداف كتير جداً كأننا ممكن نجيب هدف واثنين وثلاثة واربعة كنا نكسب المباراة فأنا ما زعلتش فأوقف مع جمهور النادي الأهلي يوقف مع فرقته كويس قوي لأن الفترة الجاية صعبة رايح على أربع بطولات كاس ودوري وأفريقيا وكاس عالم الأندية وده يعني حظ أو ده نصيب النادي الأهلي إنك إنت بتمثل دولة دايماً دايماً إنت بتشتغل مثل قارة كمان المرات لا وكمان إنت بتشتغل خلي بالك النادي الأهلي بيبقى مظلوم في حتة الأحمال والشغل يا كابتن الإسلام باختصار كده والهلك ببساطة النادي الأهلي بيلعب أكتر من الأندية المصرية بحوالي في السنة بحوالي 14 مباراة ومش 14 مباراة قليلة إنت ده في مباراة في كاس العالم الأندية بتبقى 3 مباراة دوري أو 4 مباراة دوري أنا بتكلم الرجل مدرر بكلمك على حمل المباراة نفسه نعم وعلى قوة الخسم وعلى التركيز الزهني صحيح غير السفريات اللي لعيبة النادي الأهلي بيشتغلها فعلشان كده بقول لهم قفوا جنب فرقكم إن شاء الله حيشرفونا الأيام الجاية وإحنا لازم يبقى نفسنا طويل شوية لأنه التحديات كبيرة قوي فعلا الناس بتجرجرك برا الملعب ما تجرجرش برا الملعب ومناسب تحديات كبيرة النهاردة كلمة الكفتف أولا كان النهاردة قال في تقديمه لشركة المراسم في الكراعي رابع للنادي الأهلي اتكلم النهاردة على هذه التحديات قال إن النادي الأهلي بيقابله تحديات قال وانا قاصد هذه الكلمة كابتف محمود النهاردة والله أنا شايفها من زمان من حوالي 8 سنين النادي الأهلي في تحدي كبير قوي النادي الأهلي يخلي بالك في ضغوط عليه جمد قوي أنا يعني يعني أنا بكلمك على مثلا كاس أفريقيا اللي فات أنا إلى الآن مش نسيه إنك أنت المفترض إنك تقف جانب فرقتك وكاس العالمي الآن ديه لما لعبنا بدون الدوليين حتى عملنا أداء كويس أنا مستغرب أنت لما أي دولة في العالم لما عندها فرقة بتمثل لازم الكل يوقف معاه ده كله أنت عارف الدولة المصري مع مجلي إن شاء الأهلي ياخده غير إن الأهلي ياخده ده طبيعي إن شاء الله إن شاء الله لا ما أنا عاوز أقولك حاجة ما هو من الزكاء إنك تقول للنادي الأهلي خد البطولات دي كلها بالظلم علشان تبعد جمهورك عن يعني إيه بعدوع عن الكورة وعن الندي الأهلي بيكسب بالملع لكن أنا عاوز أقوله إيه إنه كل اللي إحنا بنعمله ده من دوري والحاجات دي عشان إيه عشان مصد تتمثل برة في أفريقيا وفي العالم في كاس عالم أو كاس أمم أفريقية والله لو زى ملك نفسه بيلعب في كاس العالم أندية هنقف جنبه لو هيكسب أفريقيا هنقف جنبه لما يكون بيلعب فرقة من أفريقيا فأنته أقف جنبه لديه من الأهلي أفريقيا يا رجل من أجل الأهلي لا أنا أتكلم على أنه يمثل مصر زي من ندي الأهل بيمثل مصر وإنت أصلا أنا بحاس أنهم بيحاسبوك أن أنت بتمثل مصر بيحاسبوك أن أنت ناجح أن أنت طول الفترة يوصل لهذا الأمر بأي طريقة لأنه في النهاية هذه الطريقة هي الطريقة المثلة لأن أنت تبقى تقولي الناس كلها أنا موجود وتقولي الناس كلها أنا بطل وتقولي الناس كلها أنا كبير ده من خلال أن أنت تمثل بلدك وتمثل قرتك بالمناسبة طبعا طبعا النادي الأهلي برا عشان بس الناس تعرف الفرقة بتتقاس بالقيمة التسوقية بتاعتها عشان بس أريح الناس عشان في ناس يقولك مين أشهر ومين أكثر ومين أكثر جمهورا ومين أكثر قوة أنت تعرف أن النادي الأهلي أغلى فرقة في العالم العربي لما يجي يعمل مباراة ودية عند الشركات تعرف تاني فرقة ما كلمك في أفريقيا أو في مصر تاني فرقة لما بتروح تلعب مباراة القيمة بتاعت المباراة اللي هي الفلوس اللي هو بتكلم على أنك بتاخد أكتر منه بـ 80% أو بـ 75% بالضبط يعني أنا بديك النسبة المزبوطة يعني أنت لو بتاخد مليون دولار في المباراة أي فرقة تاني في مصر أقوى فرقة في مصر بعديك بياخدوا 2200 ألف دولار فأنا بتكلمك النسبة دي الناس عاملينها ليه؟ الناس بيعملوها علشان بيقيسوا قوة الفرقة وبيقيسوا مدى تأثير الفرقة على المباراة ونجاح المباراة اللي جايين فعشان كنا أنا عايز أقولك أنه النادي الأهلي نجاحه في أفريقيا أو نجاحه في العالم أو بيشرفك وبعدين خلينا نتكلم أنه إحنا إحنا ما بنسرعش حد هنا في مصر إحنا بنسرع مساء ريال مدريد إنت بتسرع على إلك إنت بطل أكبر أكبر بطولات ممكنة إنت بتسرع الأندية اللي عندها أكتر بطولات ممكنة صحية يعني مش بطولة واحدة للنادي الأهلي ممكن خدها نتكلم عليها يعني ونقول بطولات كثيرة جدا نقدر نتكلم عليها كل يوم طول النهار مش الإسلامة لو بمسيكت أي واحد أنا عندي 17 بطولة بسم الله من شاء الله يعني فيه لعيبة لعبه عندهم 52 بطولة حسام عشور كان عنده 52 حسام عشور عنده دوري أكتر من الزمال انت فاهمني 13 دوري هو بيلعب يعني اللي أنا عايز أقول لك عليه إنك إنت فيه لعيبة واخد بطولات أكتر من نص عنده مصر فأنت بتيجي إنت ممكن تيجي النادي الأهلي السنة وحدة بتاخد أربع بطولات فأنت واخد على دي والناس بقى يقول لك هي مش بالبطولات لا هي بالبطولات أما البنلعب ليها بالبطولات دائما والأرقام ويضع النادي الألي هو رقم واحد أنا بشكرة جدا لكابتن عادل على وجودك معه نجم منتخبنا الوطني ونجم النادي الأهلي اكتسح الإنجليزي محمد الشرباجي 3-0 وتوجه بطلا لبطولة هيستن للسكواش في أمريكا مصطفى عسل كتب تاريخ وبيصبح أصغر لاعب مصري يتصدر قمة التصنيف العالمي للسكواش نجح أيضا مصطفى لاعب النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني في الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي للسكواش بعد تأهله أمس لنهائي بطولة هيستن المفتوحة بعد فوزه على مروان الشرباجي بثلاثة أشواط مقابل شوت وحيد وبذلك يصبح مصطفى عسل هو سابع مصري يصل لقمة التصنيف العالمي للسكواش بعد كل من عمر شبانة وكريم درويش ورمي عشور وحمد الشرباجي وكريم عبد الجواد وعلي فرق خلينا نطلع نشوف تقرير عن تصدر مصطفى عسل لقمة التصنيف العالمي في السكواش وبعد كده فاصل وبعد الفاصل الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ عبد الحكيم أبو عالم في ضيافة البيت الكبير يواصل النسر المصري مصطفى عسل بطل النادي الأهلي تحليقه عاليا بنجاحاته وتألقه بعد أن تربع على عرش التصنيف العالمي للسكواش خلال شهر يناير لعام 2023 نجح النسر الأهلوي مصطفى عسل في كتابة التاريخ بعد أن أصبح أصغر لاعب مصري يصل إلى قمة التصنيف ليصبح ثالث أصغر لاعب في العالم يتصدر التصنيف بعد الأساطير الباكستانية جاهنجير خان وجانشير خان وليصبح سابع لاعب مصري يصل إلى صدارة التصنيف العالمي للسكواش ونشرت رابطة المحترفين في فيديو استعرضت خلاله لمحات سريعة من مسيرة مصطفى عسل التي بدأت قبل خمس سنوات في بطولات المحترفين حصد خلالها عشرة ألقاب وبعد تأهل مصطفى عسل للمباراة النهائية ببطولة هيوستن سيتصدر لاعب الأهل التصنيف العالمي مباشرة نتيجة زيادة رصيده من النقاط حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي يوم الاثنين كما وجه الحساب الرسمي للاتحاد المصري للسكواش رسالة تهنئة إلى نصر الأهلي بعد تأهله إلى نهائي بطولة هيوستن للسكواش جاء فيها مصطفى عسل سيصبح المصنف الأول عالميا بداية من يوم الاثنين تهنين لمصطفى عسل أصغر مصنف أول على العالم منذ جانشير خان مبروك لعسل الأهلي تربعه على عرش التصنيف العالمي للسكواش وننتظر منك المزيد ترجمة نانسي قنقر